موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من تونس الاقتصادية تحيات كل الفريق العامل معي هذا المساء بإدارة المخرج محمد علي الشريفة وكل الزملاء في العداد التقني وكذلك الصحفي اليوم نواصل في متابعاتنا نتطرق إلى موضوع هام جدا هو القطاع الفلاحي خاصا ونحن في ذروة المواسم الانتاجية موسم زراعة الكبرى يجري العداد له موسم القاورس الآن في مرحلة الجمع وكذلك التصدير إضافة إلى الدقلا وغيرها من المنتجات الفلاحية جملة من الإشكاليات سنتطرحها في هذا العدد مع ضيوفنا الكرام لكن قبل ذلك هذه جولة عبر الصحف الاقتصادية موسيقى جولتنا عبر أعمدة الصحف لهذا الأسبوع نستهلها بما نشرته جريدة المغرب التي عنولت حسب تقرير المرصد الاقتصادي لتونس للبنك الدولي تعافي الاقتصاد الوطني سنتين 22 و2000 و23 و2000 يعتمد على قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الصحية وإدارة عجز المالية العمومية وبين التقرير أن من المتوقع أن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط حيث سيبلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 22 و2000 و23 و2000 بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في الانفاق المتعلق بالصحة بشرط الحفاظ على مصاري النفقات والمداخل الإيجابية إلى حد ما جريدة الشروق تترقت من جانبها إلى انخفاض النتيجة الصافية للقطاع البنكي خلال سنة عشرين و2000 وفق التقرير السنوي للرقابة البنكية اتحاد الفلاحة يدعو هياكي له إلى الاستعداد لتنفيذ تحركات نظالية رفضا لتهميش القطاع هكذا عنوانا موقع الإذاعة الوطنية ما قاله وفيه نقل تصريح مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري خالد العراك أن التحركات ستكون على شكل وقفات احتجاجية قطاعية للفت أنظار الحكومة إلى حالة الترد التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري وكانت تونس إفريقيا للأنباء أوردت برقية تحت عنوان تونس مدعوة إلى تحديد موارد تمويلها بوضوح لضمان استقرار ترقيمها السيادي موديس وتحت عنوان أعفاء جميع المنتجات التونسية المصدرة إلى السوق الجزائري من دفع المعالم الجمرقية نشرت إذاعة شمس فان في موقعها الإلكتروني مقالاً يوضح فيه أن الهدف من أعفاء هذه المنتجات بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة الكبرى هو تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات البلدان العربية أما في المواقع العربية جريدة الشرق الأوسط كتبت النقد الدولي يحض السلفادور على إلغاء اعتماد البيتكاين كوسيلة دفعاً رسمية وفي المقال شدد المسؤولون على أن هناك مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكاين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك وإصدار السندات المدعومة من بيتكاين نرحب بيضوفي الكرام الآن في الستوديو سي حمادي البو بكري مرحبا بيك أنت عوضو الاتحاد التونسي للصناعة والالتجارة عفوا للفلاحة وصيد البحري أهلا وسهلا مرحبا بيك شكرا نرحب أيضا بالخبير الدولي في مجال المالية والاقتصاد سياسين جريسا مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا بيك فضلك وأنت عوضو مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغليال وكذلك المركز الفني للقوارس بينا مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا بيك التحق بينا بعد شوية سيعاب الفتاح سعيد وهو مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نبدأ معك سياسين وأنتم الخبير الدولي شنون يشدك في معرض الصحافة يعني شنين أبرز مقالات عدة مواضيع عدة رؤوس أقلام نجد أن نحكي عنها بصفة برقية أولا موارد التمويل بالنسبة للحكومة التونسية والتمويل وما أدرك من التمويل اللي هي تتمثل معضة كبيرة بالنسبة للظرف الرهن بالنسبة للحكومة التونسية أولا الممولين الدوليين سواء كان على المستوى الأفريقية والمستوى الدولي يتسائلوا كيفية تمويل الحكومة التونسية لميزينيتها والعجز المالي اللي شوفناه قبيلة في الفيتيار هو يقول 7.5% بالنسبة للإنتاج كذلك فيما أرقام أخرى ما ترقش عليها الفيتيار اللي هي في الإنتاج معضلة كبيرة أنه كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحة التونسية بدنا بشوي بشوي قادي نخسره درجة التنفسية على المستوى العالمي اليوم الميزانية التونسية يزيمها تحدد وتكون واضحة لأنه هذا بشكل دافع لإعادة الترقيم السيادي بالنسبة للدولة التونسية هناك أيضا على فكرة هي مقتطفات مقتطفات من أوردته الصحف الوطنية فيما خص التقرير البنك الدولي بالنسبة للتقرير البنك الدولي ترق ثلاثة مواضيع أساسيا أولا هي مصدر التمويل لأن الدولة التونسية تقول هي تخرج على المستوى السوق العالمي بالنسبة للتدين 12 ألف مليار تقريبا من العملة التونسية كذلك فما التمويل الداخلي بقيمته 7.5 مليار أو 8 مليار تقريبا بالنسبة للبنوك التونسية اللي هي الدولة التونسية والبنك المركزي اقتضاء أنه يتجه للبنوك التونسية لتوفير الموارد المالية لتمويل العجز العجز المالي بالنسبة للكلفة الأجور كل الميزانية الدولة التونسية هذا كله في نقطة أولى النقطة الثانية اللي هي التقرير للبنك الدولي ما ترقلهاش هي كيفية تعامل الدولة التونسية سواء كان في الماضي أو في المستقبل يعني أنا اليوم كدولة تونسية وضحتيت استراتيجية واضحة كيفية التمويل والخروج من هذه الأزمة المالية والخروج من هذه وإيقاف النزيفة التدين اللي قاعد يسير المفروض مش بنك الدولي المفروض هيك الحكومية هي هو ربما إشارات أو توجهات كبرى في هذا المجال هي يقول لك يأتيك البنك الدولي يقول لك هم الإشكاليات اللي أنت تعرض عليها على الدولة التونسية يجد الحلول الحلول يجب أن تكون داخلية أولا قبل كل شيء يعني الحكومة التونسية على رأسها رئيس الجمهورية أو الدولة بشكل عام لا خطر مصدر التمويل تقول لك يجب أن تكون عندك فما أنا كور أنتير فما توافق توافق داخلي يخليك أنت معتها توفر كي نقوله الأرضية المناخ للإسلاح واضح شكرا شكرا السياسيين على هذه البسطة ندخل الآن في صلب موضوعنا لكن نبدأه بتقرير حول مؤشرات القطاع الفلاحي أبرز المؤشرات بالنسبة لمختلف الزراعات قطاع الصيد البحري القوارس ثم نبدأ مباشرة حوارنا ونستقبل سي عبد الفتاح سعيد المدير العام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاح فضلوا بدأ تصدير منتجات الصيد البحري يسترجع نسقه تدريجيا بعد أزمة كورونا إذ حقق الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري خلال شهر جوليا 21 و2000 رصيدا إيجابيا بلغ 157.9 مليون دينار مقابل 146.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها كما أظهرت معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مساحات الحبوب المبرمجة للموسم الفلاحي الجديد تقدر بـ 1.253 مليون هكتار منها 842 ألف هكتار بولايات الشمال و411 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب وليسجل أيضا تصدير زيت الزيتون تحسنا حسب ما أقرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إذ بلغ الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون 8.3 دينار للكيلوغرام الواحد حيث تم تصدير أكثر من 31 ألفة أي ما يقدر بـ 297 مليون دينار كما تهدف تونس خلال موسم تصدير البرتقال المالطي لترويج أكثر من 18 ألفة بعد تراجع ينتاج القوارس بنسبة 22% خلال موسم 21 وعشرين وعشرين وعالفين مقارنة بالموسم الذي سبقه كما شهدت مداخل العملة الصعبة المتأتية من صادرات ذيقلة النور تراجعاً خلال موسم عشرين وعالفين وأحدى وعشرين وعالفين بسبب أزمة كورونا حيث تتراوح صادرات تونس من التمور سنوياً بين 120 و130 ألف طن تصدر إلى بلدان عدة مثل روسيا وماليزيا وبلدان الخليج العربي إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا لتحتل قيمة صادرات ذيقلة النور المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون نبدأ موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة لكن نبدأه بصوت المواطن في الحقيقة منظمة الدفاع عن المستهلك طبعاً لها ما تقول خاصة في غلاء أسعار الغلال خاصة نشوف بعض منتجات القوارس المدنيين بـ 2600 وغيرها من التومسون ويعني المواطن يلاحظ الغلاء في الأسواق بصراحة رغم مغفرة الإنتاج صحيح مش كما عم ناول لكن على الأقل ثم بلد منتج للبرتقال لكن الأسعار نلقاها في السوق بأسعار ربما خارج عن المألوف شوي معنا مباشرة من مقر منظمة الدفاع عن المستهلك سيد عبد المولى مرحبا بيك أستاذ أهل وسهلا أنتم كاتب عام منظمة الدفاع على المستهلك سيعلي مرحبا بيك سيعلي عبد المولى مرحبا بيك سي ناجح ومرحبا بالخياني كلك على مشاهديت القناة الأولى الوطنية بالنسبة لمنظمة الدفاع على المستهلك المدة هذه كلك تراقب عن كثب فعلا كما ذكرت سياتك غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار خاصة على مصر الغلال وحنا بالنسبة إلى تونس الخضراء هي تونس المنتجة إلى القوارس خاصة التومسون والمالتاز والمدالينة أنواع ممتازة للغاية لكن للغرابة خاصة على مصر المساحات الكبرى الأرقام خيالية عن نسبة الأسعار يعني تونسون في حدود 3600-3800 المدالينة من الكليمانتين 3800-4000 يعني أسعار بكل بصراحة هي طبعا كل البعد على قفة المواطن وعلى قدرته الشرائية اللي هي دهرت ب لكن احنا قدمنا ملاحظاتنا إلى هذا هو هذا هو سعلي ماذا قدمتم الملاحظات لي ربما المساهمة في كبح جواح الأسعار الأسعار احنا قدمنا ملاحظاتنا إلى السلطة إلى وزارة التجارة في الموضوع هذا بالذات وهناك عديد احنا ربما تطرح موضوع تكلفة والتكلفة صحيح هناك تكلفة لكن للتكفل اللي لها دراسة أنا باش نحجدوا التكلفة عندنا خبراء أنا لباوا الدعوة لعلى مصفى منظمة الدفاع المستهلك وبصراحة هم قاعدين منكبين على موضوع التكلفة باش منوض الموشي حق الفلاح حقا الفلاح قاعد يبذل في مجهود كبير ياسر لكن ما بين الفلاح وبين التاجر هناك الوسيط والوسطة أصبحوا كثر بصراحة هم اللي غلاوا الأسعار هم اللي صار فيه ارتفاع كبير ياسر بالتالي على وزارة التجارة عليها مراجعة بكل ملاحظة عليها مراجعة الموزعين على القطاع المسوق قطاع التوزيع وخاصة هذوم الوسطة يعني وسيط ووسيط ووسيط بالتالي توصل البضاعة حسب رأيكم التحكم أكثر في مسالك التوزيع وأيضا تجديد المراقبة الاقتصادية وأيضا شكرا لك شكرا سعلي على هذه الإضافة بالتوفيق في عملكم في المنظمة من أجل الدفاع عن مصالح المستهلك التونسي شكرا لكم جزيلا نحن دوما في على مصال المستهلك عايش شكرا جزيلا شكرا تحياتي لكم جميعا نربط معك ملاسي عميات مرحبا بيك مرحبا بيك المجمع المهني المشترك للغلال وأيضا باعتباركم عضو مجلس إدارة مركز القوارس الفني بتابعة الحال علش الغلاء هذي؟ وشنية مؤشرات الصابة عطينا المؤشرات تاع الصابة سنة صحيح أنه ثم ثلاثين في المئة مقارنة بالعم ناول؟ المؤشرات تاع الصابة صحيح بمقارنة بالموسم ثم نقص من حوالي ما بين ثلاثين إلى خمسة عشرين في المئة بالضبط فمني اللي مهوش كمية كبيرة برشا معناتها تنجم الكمية اللي موجودة تاع القوارس تكفي الدولة التونسية وتكفي باش المؤتنين ونجموا تصدروا منه ملعليش المدنينا مثلا كما قالك ولا التومسن غالي يا برشا والله بالنسبة على الكليمونتين الكليمونتين رو في آخر الموسم متاحها توق منحكيوش على الأسعار متاحها توق قبل رأي كانت الأسعار متاحها معقولة فمني وطول في منطقة الانتاج ما تلقاش هالت ثلاث وخمسمائة ولا حتى تلقى في ثمانتاش نمية في الفين فرنك هذا الأسعار بالنسبة للكليمونتين المتأخرة لكليمونتين أصلية الكسار متاعنا ما فاتتش على مستوى منطقة الانتاج خمساش نمية لالف وخمسمائة دونك للأسعار إذي كان توصل إنتي في على مستوى معناتها الوكال بأسعار مشطرة وفما حاجات أخرين انترميدياري اللي احنا غير وهذا يلزنا أنه زاد غياب أسواق الانتاج اللي احنا ندعيه لهم باش يكونوا متواجدين في كامل تراب الجمهورية اللي مش يعاونه باش يكون مسارك التوزيع أكثر مقنع من الساير اللي هي مش تخلي الغلال بسفة عامة ولا القوارس تخلط للخضار اللي مش بيحها للمواطن بأسعار مواطنه وهي مش ربح معقول يعني اللي يسمع كلامك هناك لو سعيماد يقول الأمور منظمة على مستوى الانتاج على مستوى الانتاج يقول الأمور معانتها من نقطة الانتلاق منظمة منظمة ما عندكم شي مشاكل ما عندكم شي ربما لا عندنا مشاكل طويق احنا هي مشاكل فيها هي في غياب أسواق الانتاج نحكي على المشاكل التي تؤثر على الأسعار بطبيعة يقولوا راهوا الفلاح رب يزيده الفلاح هو يساهم في الأمن الغذائي بصراحة في تونس وتعب وشاقي لكنو ما عندها في نهاية الأمر ثم مدخيل ثم مدخيل للفلاح في صعوبا يعني المواطن نقطة الاستهلاك توينصله بالثمن هذائك واو ممتشم فارج يعني الاسعار لا تغطيش الكلف ما تغطيش الكلف على مستوى الفلاح هل تصني الأضرار جاية من مثلا الحيوانات البرية مثلا في الوطن القبلي مثلا لا لا مثلا تدخل فيها مثلا شيخوخة الغابع فهمني نقص المياه الطقس هذا كل العوامل تساهم فيه أنه الانتاج يكون مهوز دو جودة كبيرة فهمني يخليلك معناته اللي عنده ديمة أحنا نصنفه مثلا البركدان لتات أسناح حجم كبير حجم متوسط حجم صغير كذا اللي الحجم الكبير ما أقليا مش تلقصهم مرتفعة برشا الأمراض السناء وسؤالي اللي هنا اللي سي حمادي وأنتي مختص في الزراعات الكبرى أما ما يسيرش أما كانت إتحاد فلاحة وصيد البحري أيضا فماشي حاجات أثرت على الانتاج السناء شوف العوامل المناخية تأثر تأثير كبير على الانتاج والمردودي على الكم والكيف أنت تشوف السناء السخانة اللي وقعت السناء هي سخانة مفرطة سخانة كبيرة عندها تأثير بطبيعة على القوارث وعلى الخضروات وعلى الأشجار المثمرة بالذات أنه مش يكون الإنتاج متاحها ما هوش إنتاج صحيح لأنه وصلنا السناء سجلنا في بعض المناطق 58 درجة وعمرها ولا وقت في تونس وبالتالي في البوردغان مثلك يمعكي لك سعيمان في الفلوريزان تاعو ثم 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 إسخانة كبيرة اللي زاد أثرت على النوار الثنين ثم العوامل تعل موارد المائية السناء تعدينه بموسم صعيب ياسر في الموارد المائية شح مائي الشح المائي ومتعرف أنت الأولوية في الموارد المائية هي خصيصة للمياه الشرب وأحنا اليوم نزلنا معدناش بلانيفيكاسيون صحيحة ورؤية للموارد المائية في تونس اللي بش تخلينا نعمله ونحافظه على دايمومة الإنتاج في جميع القطاعات مهم جدا هذه النقطة مهمة جدا مرحبا بيك سي عبد الفتاحة لو سهلة تمثل وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري طبعا أنت مسؤول على الإنتاج الفلاحي ككل بكل الأصنار ستعطينا ساعة مؤشرة الموسم شوف بالنسبة للمش نكمل فيما عنا بعد إذنك عنا ربرتاج عن القوارس مش نشوفوه بعد شوية لكن حبيت نقضوا في الجانب هذية متاع القوارس خاصة بالنسبة للقوارس كما قالوا الزومالين معناها بالنسبة للوضعية الوضعية كانت تسعيبة برشا بالنسبة لهذا الموسم خاصة معناها الحباس الأمطار والشح في المياه والحرارة وتعرفوا البوردغان معناها مغروس في المناطق الرملية معناها والسخانة معناها تسخل ويحب أكثر ماء في فترات معينة دونك احنا في وقت الإزهار كانت سخانة كبيرة في أفريل معناها ماء معناها سخانة كبيرة وعندنا الفترة الثانية اللي تأثر زادة بسفة كبيرة على التساقط الفيزيولوجيا هذه جينا في جوانة وجويلية جتة سخانة كبيرة المتحسنتش دونك اللي قالوا هذي الكلو معناها شيء التشخيص واضح التشخيص واضح ما نضيعونش فيه برشا وقت الحقيقة حتى مع ضيوفنا الكرام نحبوا الحلول مثلا سؤالي هنا بدق هل هناك برامج تكوينية تقوم بها وزارة الفلاحة للمهنيين وللفلاحة حتى أنهم يساهموا في تطوير جودة المتوج أولا ومنقعدوش في السوق الفرنسي كهو الحقيقة مع أن تتوى الناس قاعدة تكتصح في أسواق عالمية وعن برتقال جودة متاعه يعني نجم تقوله استثنائية تماشي برامج في هذا الاتجاه بالنسبة للتصديق طيب نتعدين للتصديق بش نشوفوا معناها كيفاش نثمنوا هالمنتوج هذا بسفة كبيرة معناها البرة ونحن كنشوفوا القوارس معناها هي أكثر إنتاج معناها بالغلال في التونس معناها بعدها جيت مر معناها ثم إمكانية بش نصدروا في حدود ستة في المئة بالنسبة للجنة كلها تمشي للسوق الفرنسية وشوية معناها للسوق الليبية معناها خاصة بالنسبة للوضعي هذه وفما معناها دي ستارتاب وجدد معناها موسية ناشئة موسية ناشئة بداوي معناها ياخذوا في الوحدة داوي الكل اللي يشجعوا فيها معلأ أساس بش يدخلوا الأسواق معناها شوفوا فرق التقليدي نمشوا في الصباكان المالتي معناها مع المجمع هو معناها في الإحاطة والدعم على طريق السيبكس بشي هما يكتسحوا معناها أسواق أكثر ويزيدوا معناها بالنسبة للكليمونتين هما يستطيعوا معناها دينيش معناها حاجات صغيرة أما إن شاء الله معناها تاخذ أكثر معناها بالنسبة للوضعي هذه الخاتر طوال عندنا المنتجات متاعنا هو في القوارس فيها عديد مشكلة المالتي فيها الطومس قابل للتصدير خطر أحنا كنشوفوا الباليين كنفوتوا في الباليين مئة ألف تون معناها تولي الأسعار في مستوى الداخلي طيبة ونجم مؤفق للتصدير هذه الإشكال الكبير بالنسبة للوحد كنشوفوا على الشي الغلاء توقف المدنين المدنين مزلنا في حدود السبعين ألف ثمانين ألف في أحسن حالاتنا الطومسون اتطورنا وعننا فيه جامة كبيرة معناها بالنسبة للبدري في الفصلي والمتأخ لدينا مجال بالنسبة للتمصر كنشوفوا ونصدروا عليه وهذا هو اللي يبقى للمعاء الأخرى اللي أقل من مئة ألف تون معناها الإنتاج المحلي دي ما توقع صعوبة معناها بالنسبة اللي مش تزازي السوق الداخلية بالنسبة للغلال الكل ولا حتى الخضر معناها يجب تكون معناها السوق الداخلية متزازية بش تناجم أنت تلقى معناها أسعار معتدلة لهنا ومقبولة بالنسبة للفلاح وتناجم تلقى بش فرص أخرى للتصديد ما بعد مئة ألف تون وهذا هي معناها الاستهلاك متاعنا في حدود هذا كي يكون في مئة وعشرين مئة ألف طيب طيب احنا فريق البرنامج تنقل إلى الوطن القبلي إلى نابل يعني والمعتمديات اللي فيها ونرجع بهذا الروبورتاج نرجع لك سياسيين في تعليق تفضل يعتبر قطاع القوارس بالوطن القبلي قطاعا مهما في الجهة وقد سجل هذا الموسم إنتاجا نوعيا رغم نقص الصابة بستة وعشرين بالمئة مقارنة بالموسم الفارض وانطلق موسم تصدير هذه الغلة منذ 15 جنف في 2022 بتعريفات مشجعة نحو والسوق الفرنسية التي تظل السوق الأولى في استيعاب البرتقال المالطي الانتاج السناء نقص بالموسم 35 تون فما شوط 22% بالموسم الانتاج من المالطي للنغير والقارس الانتاج المالطي سناء كيف كيف شد نحفاظ بقيمة 25% وستناء من المالطي 120 تون وستناء تحت المترف وذي بشيات على موسم التصدير وحتى بشيات زاد كيف على السوق الداخ المالطي سنو بلانس للمالطي نحفو زاد مالطي ومالطي والنغير ومالطي الانتاج من المالطي مالطي ومالطي مالطي ومالطي مالطي تصدير الموسم إلى المنزلية مع مه ويحصل تكييف, يوميوز التلوين على الكعبة والذي كيف تكييف من 정확 مه وحدة تكييف تتلوين يوميوز الوارس حاولنا بيشتمشيون وجهات أخرين صعيبة شوية ما ما زلنا نحاوله كالمانيا روسيا كندا ما زلت نحاوله ما صعيبة شوية حدنا في المرشي الترديسوني الفرنسي سياسين شنو رأيك في سير موسم إنتاج القوارس عندك شي ملاحظات والله شي مربوط بعضه بالنسبة تقرير البنك الدولي والقطاع الفلاحي ومساهمة القطاع الفلاحي في الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية أولا المنتوج التونسي مالورزمون حسنا نقولها ما فماش تثمين المنتوج التونسي ما فماش تثمين لأنه أولا تصدير تصدير سيهل سيهل على الأخرى كلمة تصدير لكن شنية المشاريع اللي قامت بهم الدولة التونسية والمجمعات هذه لتثمين المنتوج التونسي اللي تبيعه بثمن أغلى يعني المنتوج التونسي تبيعه بأسعار بخصة بصراحة ما مع ديبريسيسيون معتها انخفاض قيمة الدينار تونسي يعني ما يزم فما إعادة هيكلة القطاع الفلاحي برمته كل صراحة نقولها معتها بكل أسف هل أنت عندك رؤية في هذا المجال؟ عندي رؤية في هذا المجال عندي رؤية في المجال منصة رقمية تكتصح بها الأسواق العالمية اللي تساحره ويكون بطريقة سالة على الأخر اللي هي تكون أنت عندك مواصفات تنتج بها وانت عايش عاشت برشة البر بانك سياسيين وتعرف يعني التجارب الدولية شنو يحبوا من المنتوجات التونسية شنو كيفاش شروط أول شيء أول شيء أول شيء يعني أنا اليوم كننحب كعبة برقدانة دي نحب نعرفها كيفاش القاعدة المنشأ متاحها كيفاش خطر المنشأ متاحها من الشجرة شنو واللسيك التكنيك متاحها اللي تنيري التكنيك متاحها وهذا ينسحب على المختلف المنتوجات على جميع المنتوجات جميع المنتوجات جميع المنتوجات أن نمشي معكلا بعيد أنا كانت لي تجربة مع الومامة المتحدة ما عنداش برشة في في توغو تقريبا معناتها المواد التونسية غير موجودة توجو هي معناتها منطقة تعطي ثمانية بلدان محورية محورية عندها برد أكبر من تونجي ماد في المغرب سواء كان في المنتوج الفلاحي وحتى في الفصات هنا أنت تحيل الآن على موضوع النقل وتشبيك تونس مع الدول الإفريقية ونرجع لهنا بالله يسمعني جو سي ناجح أن مش نمشي بعد إبنك سياسين فقط لنسبة قبلة أنت عملت ملاحظة على السوق الفرنسية بالنسبة للإنتاج التونسي الفلاحي التونسي فما مواد فلاحية غير قابلة معتها مش نمشي البعيد لأنه ترانزي تايم ما بين البلدان تونسية وبلدان بعيدة البوركدين ما يشدش ما ينجمشي البابايترا كونسيرفيمن نجمش تحافظ عليه الجودة متاعوا والقليمة متاعوا هذاك علش رهو توجيه الإنتاج التونسي نحو السوق الفرنسية والسوق الأوروبية اللي هي مع تقريبا لنا رهي أحسن 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 لكننا قادنا في حريف تقليدي وحيد حريف تقليدي وحيد عنا إيطاليا عنا تركيا عنا ألمانيا تشوف دولة الجوار اللي هي موجودة تنجم تحليلنا عملة صعبة نحكي نحن دخلوا فلوس التونس بالعملة صعبة تفضل الله سعيمات إجاباتكم ثم اللهم على المجمع الحقيقة قالك مش قاعد يدخل برشا كما يلزم بالعكس قاعد يدخل نحن في المجمع قاعدين نعمل في الخارج وتثمين برشا قطاعات كما الرمان كما التفاح كما البوركدان فهمني هذو ما واقع تثمينهم كما التين متاع الكرموس متاع الجبة هذو ما كل واقع تثمينهم فهمني وقاعدة نخدم معنين باش نوجدولهم أسواق أخرى مع تخارج تونس ولكن الإشكالية ديما لكن هذن مش دور وزارة التجارة والسي باكس مركز دونس بصدرات دورهم زاد حتى المجمع عنده دور في الأكاية دية معنطي يشارك فيه صور دوركم تدخلكم وين بالضبط والله حملات إشهارية في الدول الأوروبية والدول اللي قصدين باش نصدروا لها ممتاز فهمني كما مش هنا الروسيا مش هنا الفرنسا قداش مرة في ليبيا كيف كيف فما مبادرة مستسير زادة المنتوج التونسي هذو ما هومو كل الحملات اللي يتسير هوم هذو ما والتعريف بالمنتوج التونسي هو اللي مش يخليك معناتها المستهلك الأجنبي باش يوردك المنتوج التونسي أنا أثناء عملنا تدخل باهي برشا في مرسيليا على الرمان التونسي إذا كانش نوليون صدر الرمان الفرنسا في زيفا عمر أو جراس النهار ذاك اللي عملناه في مرسيليا اللي هو أخذاع بعض أعلامي وبعض كبير برشا وتعرف احنا الرمان بتاعنا طوب احنا الشكلية بتاعنا طوب برشا حاجات كما قال سياسي هي الامتاج بتاعنا ولا وثير وفير لكن احنا مثلا كنونس مية تلف في الرمان رانا أربعين بارك نستلكون في تونس البقية الأخرى معناتها مستوى بها السوق التونسي زي مننا قالهم بلاي سخرين حكاية خاصة الرمان خاصة الرمان شهد وفرة كبيرة من هنا خمتين شكرا سعيم واضح الفكرة اللي أنتم قاعدين تعملوا في دور ترويجي وتساهموا أيضا هو الهدف الأساسي متع المجمع هذا هو أنه يدفع على مصالح المهنيين والفلاحة بشكل عام هذا مهم جدا نرجع على هذه النقطة بضعبين شنو قاعدين تعملوا الفلاحة كيفش تتعاونوا فيهم تساعدوا فيهم مرافقة عن طريق الخبرات عن طريق الدعم وغيره سعب الفتاح أهلا وسهلا بك مجدد مرحبا حكينا توا على القوارس وفن الإشكاليات قبل أن تعدوا على القوارس ماذا لعنا رهو الدقلة وماذا لعنا ماذا لعنا ماذا لعنا أنا جوزت على التثمين خطرية مجهودات تتعاملت معناها خطوات مش أشوات كبيرة معناها موجودين رهو بالنسبة للإسترسال والتثمين المنتوج كنشدوا المالتي نقولوا عليش معناها يفرض عليك هو الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط احنا نتبقوا فيها global gap وحسب ديستيناسيون أما مشينا فيها الخطوة ما نمشيناش بخطوة كبيرة برشا معناها أما نمشيوا بالشسم وثم التثمين كنرغوا علش نقولوا إحنا المالتي شد في السوق الفرنسي رهو عنده نتوريتي وعنده نكهة خاصة والأسعار متاعه أبعد بعيد من الأسباني وهذا هو اللي يعني شكورنا بخير ما نزدناش بالكيلو بالنسبة باللورو باللورو مثلا كي نشوفوا معناها في الوقت هذية معناها في الأولين معناها يفوت حتى 1.2 بينما الأخرين تلقاها 0.8 0.7 يعني المنتجات من دول الأخرى اي من المنتجات الأخرين احنا عليش حتى كي نبدأوا مخر شوية ونحافظوا على المجهودات التي تعمل فيها المجمع والوعد يجب أن تتخرج السلعة كي مش اسمها وكان شفتوا حتى في المراقبة معناها الإضافية عندنا حتى الأمراض معناها باش ما تخرج يجب معناها سرتيفيكات معناها ثم عندهم مرض خطير لا لا باش نكون واضحين حس بلقاها خطر ما نجب مش نفوتوها هذي مجهودات كبيرة تعمل فيها الوزارة الفلاحة فيما يخص هذه المتاع الجودة والمحافظة زاد الخطر عنها فيه مرض بلاك سبوت هذي ممنوع في الدخول المتاعه في الوحدة والدولة العام الثالث معناها تعمل برامج كبيرة كبيرة معناها على أساس باش نحافظوا ونطمنوا الجانب الأوروبي رانا عاملين البروتوكول واضح باش ما خليوش المرض هذا يتعدى والإضافة الأخرى الاسترسال راهوا وقاعدين ماشيين فيه إن شاء الله معناها يتقنن بطريقة أماره الأسواق العالمية مجهودات الوزارة هذا ما يخفش على حد التي تقوم بدور مهم جدا في مرافقة الفلاحين على القل عن طريق المراكز الفنية ومختلف الاستراتيجيات هذا مهم جدا ما تقوموا به لكن نحب أن نعفو زادة التمور هو منتوج استراتيجي تونسي يعني فتنا للبالين بتاع 345 ألف طن هذا معناها الانتياج ويتكاثر من موسم إلى موسم بدخول الغراسات الجديدة التوسعات الموجودة بطريقة غير مرخص فيها وذكرة تأكلها وعندنا 345 ألف طن معناها بالنسبة للصابت الموسم كيف نسبة التصدير بالنسبة التصدير معناها 30% نصدر ونصلنا حتى 120 ألف عمنا ونقصنا شوي خات الكوفيد والشسم ونصلنا معناها 108 أو 110 ونصلنا على 120 التي وصلنا لها سابقا وهذا معناها جاي من بالنسبة لكوفيد وشهر رمضان معناها ساعتها وقت حب وشهر رمضان خاصة تسارك الدجلس على الفتاح نستهلك كوي نستهلك 1.000 كيلو وراء لا لا بالنسبة 100 دينار لا لا بالنسبة الموسم هذية معناها بصراحة معناها صعبة تكثر ولا سوام هذية فلا في بعض الحال لا لا لنشوف أحياء عادية جدا لا بالنسبة الاسناء بشهر بشهر موضحي معناها قلت الانتاج عادي يزيد والتصديد مش يبقى في الحدود هذيك في 120 130 معناها مجهودات كبيرة معناها بالعكس كنا معناها نصدر في الثلثين وثلثين يبقى في المواسم الأخيرة ولا العكس انتاج كبير معناها الثلثين مش تتاكل مش تولي زادة حتى عندنا طريقة معناها عاداتنا مش تتتحسن شاء الله معناها الاسعار تمشي معاه وهذا يمشي بتبيعته فهمتني بالنسبة للوضعية أما بالنسبة للمواسم كيفاش تتربط ومعش رمضان خاطر هو يمشي أكثر للبلدان الإسلامية الخالجية لا لا مش الخالجين المناطق الإسلامية بصفة عامة معناها نمشي أكثر من 85 دولة الدول كل تاخد معناها الخليج حاجة بسيطة من الجاليات الإسلامية في أوروبا كما فرانسا ومغرب المغرب هي البلد الكبير يأخذ من عندنا ونحن هذي عندنا معناها استراتيجيات زادة حتى المغرب قاعدة تغرص ونطبع في الوضعية العالمية في جنبنا ونحن في الخطة متعنا جديدة معناها نأخذ زادة تقدم شهر رمضان والجيران كيفاش قاعدين يزرعوا وحتى نحطوا رواحنا في المكان نحطوا فيه تطور كبير قاعد حتى القوارس زيت الزيتون ثم منافسة قوية نجيل زيت الزيتون هي نفس الشي بالنسبة للأسعع نوع الماء متوسط مش كما العاد متوسط مش كما العاد لا متوسط صعب متوسط لكن ثم غلاء أيضا هذا ما ربما نقطة فخر هو لزيت الزيتون تونسي في الحقيقة هو التتويجات الدولية المتتالية بالنسبة لهذه المادة في الحقيقة لأنه تم جودة عالية وثم معصرية قاعدين يخدموا بالصحية بالنسبة للموسم هذا كنا نترقبوا في موسم كان مش يكون كما موسم 2019 معناها موسم وكان وعد الأمطار جاتنا في أفريل في الفترة والإظهار كان بطريقة ما شاء الله الظروف كما نعرف والوضعية متاع التقس والواحد أثر نوعا ما على الزهار وزيت تولد حتى ما جهات معنا الوسط والجنوب 18 شهر حتى الوقت الكعبة معناها معتاتش أكثر معناها الواحد وثم التساقط وثم حتى التجفف بالنسبة لبعض الجهات وهذا أعطانا معناها صعبة متوسطة وشانا نوصل وحن نقول ميتين وعشر وعندما لا لكنا كنا في سناء هذا في العام اللي يكون فيه انتاج جيد إن شاء الله الأسعار الطيح بالنسبة وزيد كلفة لا نرجع على خطة سنتي على الأسعار وكلفة كبيرة شوية بالنسبة للفلاح روز قاوم معناها بالستيرنات معناها قاوم الجفاف معناها من قلتك من تهبت من بوفيشة حتى لش اسمه روز قاوم الواحد قاوموه بالستيرنات ومعناها مجهودات كبيرة نجموش نعاونهم شوية في مستوى حفر الأبارة والله عندنا خطة توقيب معناها خدمنا بها سابقا وسهل لتقرب الموارد المائية للمناطق هذه خطة تولد تغيرات المناخية والخطة لمقاومة الجفاف معناها عنصر قار بالنسبة للمناطق البعلية بالنسبة لكل الزراعات البعلية عملتنا جولة يعطيك الصحة في أبرز المتوجات التونسية في الحقيقة حتى الخضر زادة وعننا مشكلة في الخضر زادة الورقية خاصة اللي هي قاعدين نوردوا فيه تصوروا معنا قاعدين نوردوا من مصر في الخضر الورقية اللي هي حاجة يعني غير عادية تبدو في المنظومة الانتاجية الفلاحية نرجع لك شوية سياسيين بعد ما نشوفوا موضوع كبير زادة مهم جدا الزراعات الكبرى لا خلي كيفاش نوردوا ما نوردوا في الخلو الورقية ما شمعناها الورقية نوردوا في المعنوص في السلق شو الورقية الزر الورقية لا 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 ثم تقارير ومعلومات ما عندناش أن نقول يتدخل حتى من تصيل السلق متاع السوق الليبية هذا كالسل المعبل الوحيد معناها الراقب فيه يوميا السوق الليبية هذا هو السوق الليبية ها وش يدخل مش نقولك ش يدخل السوق الليبية جيبوا من مصر سياسي لا لا ما عندناش تدخول متاع السلق والما عندنسل ولا لوصف الناريا وشنوش تقصد معناها الورقية. الخضر الورقية. لا 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 بالعكس عند مناطق الانتاج متاعنا هنا معناها موجود. لا 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 بضاعة داخل من الحدود الليبيية. لا لا بضاعة داخل داخل الحمس واللوبيا الشاحة وكمية بطاعة صغيرة كمية صغيرة في حدود الثمانين ترناتو في عشرة. هو مقصود رقماء هذه معادها اه اطماطم الخضر الهدي. لا اطماطم ما نصدره. لا معناها. اما اما نحكيوا على الحمس. الحمس واللوبيا الشاحة قاعدين تدخل من ليبيا. وفما شوية بطاعة منها في حدود الثمانين ثمانين ترناتو في كل عشرة ايام. لكن تعرفوا جيدا انسان فتاح انه الليبيا ميش دولة منشفة في نهاية الامر يعني. ايه لا 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 بقية للمساء. ايه صحيح قلتك اجيب من حتى من من جنوب ساحة تدخل على مصر. احنا طوى مساحات الزراعات الكبرى مليون ومئتين الف هيكتار. هذا ما يخلي مش اكتفاء ذاتي برك. حاجة كبيرة برشة. نشوفوا هذا الروبورتاج يعني صورة في باجا حول الزراعات الكبرى. هناك بعض الاشكاليات الفلقيقة زادة التي تؤرق المنتج الفلاح بشكل الاساسي. ثم نعود. في الوقت الذي تلجاو فيه تونسي لاستيراد سبعين بالمئة من حاجاتها من القبوح بالحملة الصعبة تنشر تقارير رقابية تفيد بتلف كميات كبيرة من تلك الحبوب التي كان من الممكن ان تواجهها للاستهلاك او لزراعتها بسبب سوء التخزين او النقل. لكن حقيقة النخر صادمة تلقيناها وسمعناها في باجا. لما زرنا الشركة التعاوني المركزية للبذوري والمشاثل الممتازة. في عام 2021 البذور كل متوفرة بالانواع المحلية معناتها متمثل في الكريم رزاق خيار فهمتني. هذو ما هم الموجودين. والبذور متاعنا. الموسم هذي بذور معنتها ممتازة. بيتم معنى الكلمة. فهمتني. وعننا برشا اشكاليات. اشكاليات تتمثل فهمتني في البذور متاعنا. خاصة النسنا. جينا يخرجوا البذور يتبعوها من معنتها من السنتر من هنا. من المركز. من المركز. تتزرع وتمشي. وفهمة متابعة. متابعة تم معنتها في السيرشان. ويعطيونا الموافقة متاحهم وتكون أجريي سيرشان وبعديك تجينا للسنتر اللي هنا. بعديك معنتها مراعانة إلا وتكون معنتها آآ تتهز معنتها اللي شونت يوناج. تترفض آآ خاصة سنة عنا اشكاليات. خانت فهم ما تفعله معك. تترفض من طرف شكوه. من طرف الحماية النباتية. بالنسبة للشركة عندها برشا مشاكل. آآ تعرضت لعدة مؤامرات آآ داخلية ذاتية في وصل على مستوى الشركة. وايضا على مستوى الوزارة الفلاحة الوزارات السابقين. بالنسبة السيد الوزير الجديد. أنا مانيش بش نمت حوله بش نشكره. مادي ديه و بش يعاون بيحولها و بش يريقل. هي شركة حكومية تابعة الدولة. احنا تتالي متاعنا وزارة الفلاحة و وزارة المالية. هم يحبوا يسيطروا معناتها الخواص. يحبوا يدخلوه لسوق. شو اللي الغاية متحم. اللي كانت سابق في سابق. احنا ما زننا تعرضنا المؤامرة. حبوا يسكروها. الشركة يحبوا الخواص يسيطروا على السوق. هذي نجرى عليه عدة مشاكل على مستوى الشركة. احنا تواستوك متاعنا ما شاء الله. هكتشوف انتي توا وخذيت عينات وخذيت كل شي. اتجي انتي تمشي. يجيك يكيب تكنيك من الوزارة باش يعاون يعمل موساطقة سيرتران. يلقاها اقري او مورها مية في المئة مريقلة. فجأة معتها بقدرتي قادر. اتجي للابورتوار يقولك انت يراو سلعتك مسخة. معناها المشكلة مش في نقص البذور. يحبوا يجيبوا تعلة اخرى باش ما البذور هذي بيشكل او باخر ما تمشيش للفلاح. يعطيك صحة. هما يحبوا يطمسوا الشركات التعاونية. مرحبا بكم اذا مشاهدين الكرام. مشكلة اخرى زادة في الزراعات الكبرى. القنطار يتكلف تقريبا خمسة وتسعين دينار على الفلاح. يعني هو بثين وسبعين دينار تقريبا. لكن كيمشي يتنقل باش يجيب الاسمدة ويجيب معناها كل ما يستلزم تتكلف له كل فا اضافي. هذي يحسب الفلاحة اللي يحكيه. تم الترفية في خمسة وعبعين بالمياء في سعر الاسمدة. هذي شيء كبير معناها سيحة مادي بطبيعة. نحب نفهموا عليش. وشو الحلول اللي بشتلقاها وزارة الفلاحة في هذا المجال. لكن قبل بعد اذنكم في دقيقة لو تسمح سياسيا. جزء كنت نقول لراه التثمين المواد الفلاحية. من يجي مكون كان بني فيك بالنسبة لدولة تنسية. ويزي ماذا يتضافي الجهود. سواء كان معتها القطاع العام ولا قطاع الخاص. اليوم انتي كدولة تنسية كوزارة الفلاحة. كوزارة تجارة. يزي فهم التناسق ما بناتهم. قبيلا سي كايماد حكي على على الرومان. الانتاج وفير ماشرالي من الرومان. يعني انا سي ناجح هنا راو بشنا نشوكيك نقول لك راو شفت رومان تركي في تونس. رومان تركي في تونس. يعني كيف انا اليوم كبلد معتها في حاجة كبيرة للعملة الصعبة. وكيفاش كوزارة تجارة نعطي ترخيص توريد مواد هي منتوجة في تونس. هذا موضوع موضوع. يعني يعني يزي فهمت يزي فهمت تنسق. نعم. نعم. كنت قبيلا راو الرابور متع البونكوموديا يحكي على برش حاجات راو. يحكي صحيح يحكي على أرقام. نعملولو حلقة ذيك. يحكي على أرقام صحيح. لكن يحكي للسورة والمنجمة متع الجوفرنونس متع الدولة. مهم جدا. مهم جدا ما تفضلت به كيفاش نلقا ومنتجات احنا مونت جين. يعني لبعض المواد اللي هي وتقريبا عنها سيطرة نوعا ما حتى على المستوى المتوسطي في هذا المجال. نلقوا بضعة أخرى جينة ونستهلكوها من دول أخر. بالفضل أستاذ. شكر المجدد في مخصص الموسم الفلاحي الحالي السناء. اللي هو في أوج العمل المتاعه في الواقع. ربما حويش ونرجع بها لتالي شوي. أنه السناء أول عام الفلاحة استعملوا كمية كبيرة من البذور المنتازة اللي تعدى 360 ألف قنطار لأول مرة عمرنا الأزرع. وهذا مؤشر إيجابي من الفلاحة اللي تجاوبوا مع المهنة وتجاوبوا مع الوزارة. أنه راوكي نظرة وبذور ممتازة. خير من اللي نظرة وبذور ما هيش ممتازة. رضايا معناها معطى إيجابي. لكن لو نتحدث على الموسم الفلاحي السناء. هو الموسم الفلاحي ما تمش الاستعداد ليه من اللول بالباهي. وهذه حقيقة. حتى سيد المدير العام يشطرني ربما الرأي. ولو أنه نختلف في بعض الأشياء. ولكن نخدم مبعض نحن كوزارة. مات الديابي من اللول ما كانت شي موجودة. وين نوخر العام شوي بالبذور. توجد الديابي لكن أغلب برشة فلاحة زرعه. وحتى كان يقوه شوي ديابي. زرعوه بالنقص. بتاع خمسين في المئة سبعين في المئة في الأكتار. في عوض بشزرة قنطار ونصف اكتفاء بقنطار ثمانين كيلو وتسعين كيلو حسب الواعد لأنه غير موجود. في الفترة ذي. توا ساعد الفتاعة. وقلك موجود. ونقول لك حتى أنا توا على صعيد السوق موجود. الديابي موجود. لكن بعد ما فات الأوان. وبالتالي يضايا عنده آآ معناها آثار سلبية على المنتوج بطبيعة. وش يكون. زد على ذلك. ننمشي مجموع الموسم القروض الفلحية. المديونية. القروض فلحية بلنشوف واللمديونية ونرجعه لللمديونية. القروض الفلحية سنينة تعططهم مخر. عك första علمك. لأنه ليس هائج الإيجاحة خرجوا مخر خلاص. ناس بدأت للموسم الفلاحي نذسل حاجة. لأنهم عمناول اغلب الجهات موجاحة والفلاحة مجبورين بش يعمل وجدوله ومجبورين عندهم معناها حوايج مع البنك والتزامات مع الشركات عامل من العوامل اللي زادة تعب الفلاحة العامل توا حالين زرعة الفلاحة وعطاه ربي بخيره ولكن ما ثمناش الامطار الاخيرة بالباهي نظرا للنقص الحاصل في مادة الامونيتر ولوخيان الفنيين سيعاب الفتاح عنده الارقام والبارحة الوزارة خرج قالت عندي مئة وثمانية الاف طن عنها بتاع اامونيتر مزال منها توا حالين حوالي ثلاثة وثلاثين الف طرناطة مزال في القروب شي ميك وقتاش مش تتوزع وقتاش مش تعطاع فات الفوت يعني مثلا ولا مخر شوية مخر شوية النبتة راهي اذا كان فرقت على زوز وثلاثة يزمك تعطيها الابورلو لامونيتر وباش تجدر انت اذا كان نعمتك ما جدرتش آليا عندك بارت عندك خسارة الدولة وردت وردت كمية صغيرة ستين الف طرناطة ما تعمل حاجة التجأت الى التوريد يعني وحملت المشلة في بعض الاوقات لا كان برنامج اكثر توريد من ستين الف كان برنامج مئة الف طرناطة وعلى شو قف التوريد والله سؤال ماذا نسهلول سيعب فتاح ربما يجاوبنا عليه ولكن اليوم ماذا بين الوزارة تخدم وهذه دعوة للوزارة ودعوة الرئاس الحكومة ودعوة الرئاس الجمهورية انه يدخلوا توحالين في توريد كمية اخرى من لامونيتر على الاقل من البلدان المجاورة خليني نكون واضح حل يعني حل حل سريع ووقف لانه اذا كان فيت اسبوع اخر او اسبوعين معناها الصعبة تحصل فيها النقص الي ها بش نمش معك اكثر ناسي حمادي بش نشوفه تاوه ربرتاج صورناه في سليانا ومشاكل اخرى زيدا تقريبا في نفس الاتجاه لكن ثم تفرعات على مستوى الاشكالية اشكالية تتجدد سنويا مع تقدم موصي الزراعات الكبرى نقص في الاسمدة والادوية الضرورية بما شجع على تنامي الاحتكار وتنشيط السوق السوداء الديابي متوافر الناشي اللي كنت نرمان موض تعطي كمية متين كيلو ولا مية وخمسين كيلو لقيت راعك مجبور باش تعطي ثمانين وسبعين باش تقسم على الارب انتاعك لكل هذي اول حاجة بدينباه مع انتاعك نقص من كمية الديابي انتقنا لللمونيتر المونيتر توهك تشوفها التبه مطلوبة طالبة لمونيتر مية في المية الوقت الحاضر لكن اللغال ماهوش موجود درت على اللي صونتر الكل اللي صونتر اللي قاعد انقبل لنا في القمح اللي هذا يقول لي ماهوش موجود وإلا مجسين واقع قطاع الزراعات الكبرى الحاجة اللي تفرق بين السناء والعوام والسنين اللي فاتت احنا بالمثلة بتاعنا نقولوا الحرث دوام والسبع وام مشنو معناه هذا يعني عام طيب كيمة السناء يجير فلاحي لو جعل المونيتر ما فماش احنا سليان فوق المية الانف اكتار منهم مية وثماني وخمسين الاف اكتار زراعات كبرى شنو اذا ها طلبات المندوبية في حدود مية وستين الاف قونتار الى حد الان وصلوا قرابة اربعين الف شنو مش عملوا اربعين الف مية وستين الاف قونتار انا نعطيك باركزومبل المندقة الباية في سليان شنو عندك الكريب عندك باركو الكريب تاو شنو وصلها وصلها بريسك في سبع الاف هذه الاشكاليات تنظفه الى ما يرافق انطلاقة كل موسم فلاحي من نقص في البذور وارتفاع اسعار مختلف المستلزمات الفلاحية وارتفاع تكاليف اليد العاملة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ندد بما اعتبره لمبالاة الحكومات المتعاقبة بمشاكل القطاع وعدم ايلائه الاهمية اللازمة باعتبار دوره الاساسي والاستراتيجي في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من عجز الميزان التجاري جراء اللجوء الى التوريد وتمتد مساحات زراعات الكبرى في بلادنا على مليون ومائتي الف هكتار وتحتل الحبوب نسبة تقارب ثمانين بالمئة من هذه المساحة مديونية خانقة وارتفاع في تكاليف الانتاج مع التغيرات المناخية ونقص الامطار خلال السنوات الاخيرة عوامل اثرت بشكل كبير على منظمة زراعات الكبرى في بلادنا حسن الكريمي لبرنامج تونس الاقتصادية نرجو معك سيعد فتاح جملة من الاشكالات ماذا بينا جاوبنا عليه بالنسبة للإضافات هي معناها كما يقال سيحمادي والمجموعة الفلاحة في الجهات بالنسبة للاستعداد الموسم معناها في متأخر نوعا ما معناها بالنسبة للوضعية متاع السناء هو بالعكس معناها خاصة بالنسبة للوضعية متاع السناء البرمجة كانت من الأول على توفير المدخلات الفلاحية كسواب وذور والأسم ده كانت من شهر جويلة مع الوزير السابق معناها كانت معناها حاثيثة وبرمجنا التوريد متاع ثمانين ألف وعشرين ألف معناها تكون اختيارية وعلى أساس بش المجمع الكيميائي معناها يبادر بالتوريد بالتوريد معناها بيش نكونوا نعملوا مخزونات فيك بولات باش نسدوا الحاجيات متاع الوزارة مشات معاها في الخط هذية هذية الببلوليلة معناها دونك ثمانين ألف معناها وعاملوا فاها كونترا مع الشركة الروسية وبعد تالي عشرين نشوفوا انتي وتقدم الانتاج المحلي بالنسبة للمعمل متاع جابس متاع المونيتر هذية بالنسبة للوضعية والديابي عن الكميات موجودة كانت معناها بالقادر الكافي في الوقت هذا في الوقت متاع الزريع معناهش حتى إشكال بالنسبة للديابي بالنسبة لهذا الموسم معناها بش نكونوا واضحين معناها معناها ما اللي تلبخ ذاه في معناها في الواعد أماوين اللي المطار وخرت معناها الذي ربما عاونا طبيعي هذي بالنسبة لما دينيوش فلاح وقروض برشة فلاح سعد فتاح بعد إذنك برشة فلاح يتشكوا ماتها من القروض وكيف هم غاطسين في الديون هذا هو التقصير الوحيد اللي يمكن معناها الوقت في عاقب الحكومات انتاع الإجاحة هذا هو الوحيد اللي ممشاش فيه في وقته بصراحة معناها ما نكونوا واضحين مع المهنين الوحيد اللي ساعتها رجعك تزيع حكومة جديدة يرجع هذا كخذي برشة وقت معناها بالنسبة للوضع أما الأخرين الأمور متاع للتحذير أول عام معناها نمشيه في توفير البذور الممتازة معناها في حدود 500 ألف قنطار معناها بريت خرجنا منها ربعة مئة وعشرين ما بيعنا طول إخيراني قلبها فماش بوذور أول عام من فضلوا البذور الممتازة معناها في حدود ستلاق كاملوا عندما فضلوا فماش كاريات كبيرة بالنسبة للبذور الممتازة أحنا البرنامج متاعنا بنقوله إن شاء الله نصر خمسة مئة وخمسة ستمائة ألف وهذا يمثل معناها ثلاثين في المئة من الحاجيات نحنا نزرعه في حدود زملين ومئتين قنطار معناها البذور الخط الفلاحي يستعمل البذور العادي أما قلنا هذية باش نستقلوا المناطق أحسن معنا هل فيها أكثر رتوبة نمشوا في الممتاز هذية وهذا البرنامج متاعنا أسناء مشينا فيه فاش ترعونا ثلاثة مئة وعشرين وثلاثة مئة وستين كما يخالوا أما بقاتلنا كمية وبطلوا قاعدين نعالجوا فيها كيفاش باش نحافظوا علىها العام الجاية بالنسبة للامونيتر اللامونيتر عندنا الانتاج المحلي اللامتعنا أخيها ديمشي سعب بطريقة كان عادية والتوريد عملوا فيها اتفاقية لوزارة الصناعة والجروب شيميخ مشكور في الانواع ده وفي وقته المجمع الكيمياوي معناها على أساس بشي أول شحنة تدخل لنا معناها في سبتمبر ونعملوا ستوك في قبولات كما كنا مستنسيين في السنوات القادرة باش نتفادوا الإشكالية بتاع الموسم الماضي واللي قبلوا اللي كان فيها معناها كارثية بالنسبة للوضع هذي جاءتنا ثلاثة شحنات برك ستة وثلاثين يعني ماشيها للحلان المشكلة لا ماشي مقعدة تتوى على مستوى لوزارة الصناعة ومع روسيا خاطر الجانب الروسي الله سواء امتلعت كبيرة شوية وقالوا معناها الأمور الوحدة والطلبات كبيرة على اللامونيتس في الوقت هذا دونك راقوا علينا ثم شاء الله إن شاء الله تدخل ثم اليوم كيقبل منجيل هنا وزارة الصناعة دخلت مع السيد السفير على أساس بشي تنجم ويجيبون نشحنا أخرى على الوضعية متاع الشسمة والمعمل معناها قلنا على أساس بشي بشي المعمل زادة يزم يواصل الخدمة متاعه يعطينا 800 طن يوميا قاعد يخدم البارحة صارت روبان شوية معناها يرجع معنا شاء الله ما تكونش اضطرابات معناها متاع اجتماعية كذا يكون عطب فني فيسا يتصلح ويرجع خاطر صارت لنا دونكم شاء الله على ذكر على ذكر الثلابات الاجتماعية عندكم تحرك هل نعتبره الثراب ولا تحرك ربما من أجل مطالب مهنية والله يشوف هو في الواقع نحن الالتحاد تونسي الفلاح وسائل البحري نهار 25 عندنا مكتب تنفيذي خرج بيان معناها موجود ونهار 26 عقد المجلس المركزي وقرر تحركات جهوية ووطنية اليوم اللي سأل أن يسأل كيفيش اليوم فلاحة تونس يعملوا وقفة احتجاجية لزيادة الانتاج احنا مناش نطالب بالزيادة في الحبوب ولا نطالبوا بتوفير مستلزمات الانتاج لزيادة الانتاج لأنه اليوم ناجح أنه نوردوا في الحبوب بألف وستمائة مليار لألف وثمانية مليار كل عام من الخزينة العامة للدول ونحن قادرين باش نأمنوا الأمن الغيرائي متاعنا وباش نحقوا السيادة الوطنية في تونس بدون أي شكل واضح البلاغ واضح متعال اتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري في خصوص هذا الاضراب والوقفة الاحتجاجية بتابعة الحال كلمة في دقيقة لو تسمح سيا ايميد كيف ترى القطاع الفلاحي مستقبلا خاصة سناء نحكيو على سناء خلينا في المدى القصير والله يسناء اكترا معنا نقص في المواد الفلاحية هو رو السبب كبير ياسر انه مش يخلينا الانتاج بتاعنا مناش مش نوصل للغاية نحب هذا يزم يقع تسقيف للأسعار بيوامتاحها رأي قادة تدخل تونس بأسعار معينة وبعد تتبع للفلاحة التونسي خمسة وستة مرات قد تصبح متاح شكرا سيا ايميد شكرا الملاحظات هو السيد المدير العام الانتاج في لاحي بحذانا اكيد راه دون كل الملاحظات معتش عنا برش وقت في البرنامج الآن نمر إلى الفقرة المتعلقة بالجانب الاقتصادي في الاستشارة الوطنية سياسين جريسة الخبيرة الدولية الاقتصادي بتابعة الحال من بين المحاور الواردة في الاستشارة الالكترونية الوطنية بتابعة الحال الجانب الاقتصادي وهناك جانب مهم جدا هو التبادل التجاري الالكتروني كيفاش تبصينا المفهومة ذا اول شيء نشركت فيها الاستشارة دي كنت مشارك حبيت نشوف المحتوى المتاحة الاستشارة الالكترونية دي ثاني بالنسبة فيما يخص التجارة الالكترونية هي منصات هي منصات الالكترونية على المواقع الالكترونية على الواب الفماليات يجب أن تكون متوفرة يعني اليوم الفلاح نرجع نقطة الانطلاق اللي هي خريطة الانتاج كارتوغرافيدو بروديكسيون بالنسبة التونس بالجميع الفليار يعني جميع المنظومات المنظومات الانتاج المشكلة في تونس اللي عنا عنا سيبكس مركز النود بالصاديرات وعنا وزارة تجارة وعنا وزارة الفلاح يجب أن فما التنسيق بينهم ثلاث أو الحاجة وثاني حاجة يجب أن الدولة تأخذ قرارات كما قال سعيماد قبيلة والاستاذ اللي أنا اليوم عندي توريد قيمة معينة هذاك قاعد ينخر في الميزان التجاري متاعي هذا كله وانتي عندك المليون ومئتين ألف تقريبا أكتار معتا إكسبو تابل أغابل يجب أن نستغل من طريقة فلاحية اليوم يجب أن الدولة تقرر تقول القطاع الفلاحي شني مساهمته يجب أن الدولة تقول أنني أنا اليوم التوجه متاعي اليوم يجب أن تكون أنا فلاحة عصري يعني كما قال توسيع ما هذا توريد القطاع الفلاحي يعني مش معقول انتركتور ولا أي آلة تستعمل في القطاع الفلاحي يقع توريدها بأسعار معقولة ومعروفة على كامة الفلاحة لكن في نفس الوقت يعني توصل الفلاح بأسعار غالية آخر حاجة ما نحب نقول لك عليها اللي راه هذي مشروع يكون مشروع استراتيجي كامل بالنسبة الدولة التونسية اللي هي مساهمة القطاع الفلاحي في المنتوج الداخل الخام في نفس الوقت راهوا عنا توازنات مادية وتوازنات مالية اليوم أنا يزين نوقف المراجية النزيفة الخروج العملة الصعبة اليوم أنا يزين نحط عن طريق الفلاحة لنقاط القوة نكتصح بها ونجيب بها مورد شكرا سياسين هذه أفكار مهمة جدا في الحقيقة عدد المشاركين إلى حدود هذا اليوم 109 195 في الاستشارة الوطنية نختم زملاء الكرام بالمؤشرات قدامنا سعر صرف الدينار التونسي دينار مقابل 2.9 دولار و3.2 يورو أيضا الغرام الذهب عيار 15 124.9 دولار والغرام الذهب عيار 24 166.66 نشوف سعر النفط النفط الخام 90.07 ونفط برنت 87.249 هذه أبرز المؤشرات مؤشر بورسة تونس أيضا اليوم 0.25 توناندكس هذا هو شكرا لكم مشاهدين الكرام أشكر تفضل كلمة ختمية لو تسمع بالله نقطة لازم ننثيرها هي قانون الصرف بنسبة لتونس البنك المركزي لازم يعطي نظر في قانون الصرف بنسبة لتونس لأنه أي فلاح اليوم عنده الحق بشي صدر اليوم يازم البنك المركز يحط الآليات اللوجستية لتسمح أي فلاح تونسي بشي صدر نعم شكرا لك شكرا لكم كلمة في 30 ثانية لو تسمح حاب نخرج من الوضعية الاقتصادية في تونس لابد على الجميع أنه يعول تعويق كله على القطاع الفلاحي بمشارك اتحاد تونسي الفلاح والسلية البحري سنخرج من هذا الوضع الاقتصادي اللي نعيشوه توفي البلاد شكرا لكم ظهوفي الكرام سعب فتاعم أنا برنامج مباشر آخر بعد شوية مش خليني الفلاحة أخذهم ما تشو علينا وقت فضل لا لا ما نباش شكرا لكم على الإفادة مشاهدين الكرام نتواصل معكم إلى اللقاء ونترككم مع البرنامج الموالي المتعلق بالصحة فإلى اللقاء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة